انابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحضور الحفل الختامي لموسم الموروث البحرية وذلك في الساحة الخارجية لمتحف البحرين الوطني بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يأتي موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السادسة الذي انطلق في أغسطس الماضي بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وقد بدأ الحفل بعزف السلام الملكي تلا ذلك تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحبية بمقدم سمونة إبراع الحفل حيث تم استعراض فيها فعاليات النسخة السادسة لموسم ناصر بن حماد للرياضات الموروث البحري والذي يأتي بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه مملكة البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة سباق تجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما لمسافة 3000 متر على كأس جلالة الملك المعظم والسباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة 22 قدم على كأس جلالة الملك المعظم أيضا والذي أقيم بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ونادي العديد للرياضات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كما تابع سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة مسابقة غيص الموروث للغوص الحر بدون معدات حديثة للمحترفين وسباق السباحة في المياه المفتوحة لمن هم أكبر من 40 عاما وتشرف سعادة سيد محمد راشد الفنان الرميثي رئيس نادي العديد للرياضات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة بعد ذلك توج سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة الفائزين في مختلف المنافسات حيث هنأ سموه جميع الفائزين والمشاركين في مختلف المنافسات مشيدا سموه بالمستوى الذي أظهره المشاركون في هذه المسابقات وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة أن توجيهات جلالة الملك المعظم بالحفاظ على الموروث الوطني تمثل نبراسا للشباب البحريني لإحياء تراثه وصون هويته الأصيلة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة عن خالص شكره وتقديره واعتزازه لجلالة الملك المعظم حافظه الله على رعاية جلالته لهذا الحفل الختامية منوها سموه أن هذه الرعاية الملكية السامية تشجع الشباب للمشاركة بالفعاليات التراثية التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبية وكان فريق سموم بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط قد فاز بكأس جلالة الملك المعظم لقوارب التجديف الشعبي فئة ثلاثين قدم بعد أن جاء في المركز الأول للسباق فيما حقق فريق إعصار بقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي المركز الثاني متفوقا على فريق الضفرة بقيادة النوخذة محمد جاسم الديري الذي جاء ثالثا كما فاز في السباق الخليجي المشترك للقوارب الشراعية التراثية فئة اثنين وعشرين قدما فريق نمران واحد وثمانين فيما أحرز فريق براغ واحد المركز الثاني وفريق مربان اثنين المركز الثالث وفي مسابقة السباحة في المياه المفتوحة للفئة العمرية بين أربعين إلى خمسين عاما أحرز محمد جمعة المركز الأول متفوقا على محمد الدوسري ثانيا ونواف جدم ثالثا وفي الفئة العمرية بين واحد وخمسين إلى ستين عاما حقق عبد الرحمن جاسم المركز الأول متقدما على جمال الدوسري ثانيا وعدنان البورشيد ثالثا وفي مسابقة غيص الموروث للغوص الحر بدون معدات لأطول فترة زمنية ممكن أفاز بالمسابقة جبر لمضحكي الذي جاء أولا ثم سلمان الهاجري في المركز الثاني وعدنان لعنزي في المركز الثالث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة